أحبابي في الله أحببت أن أحدثكم كلمة من القلب إلى القلب لا تحزن هذه من الآيات المهمة في القرآن العظيم التي واسى الله بها حبيبه عليه الصلاة والسلام وهو في أصعب المواقف في غار خراء المشركون محيطون به في أي لحظة يمكن أن يهلك لا يوجد إنسان يستطيع أن يتحمل مثل هذه المواقف النبي صلى الله عليه وسلم كان واثقا قويا واثقا بالله عز وجل إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أنا أحب أن يكون لسان حالك ينطق بهذه الآية كلما تعرضت لموقف فيه الظلم تخاطب نفسك وتقول لا تحزن إن الله معنا عندما تتعرض لضيق في الرزق تقول لا تحزن إن الله معنا عندما تتعرض لألم أو مرض أو إذاء من أحد حتى لو كان قريبا منك أو تتعرض لمصيبة فقدان حبيب أو عزيز أو أخ أو أب قل لا تحزن إن الله معنا وتذكر وأنت تقول هذه الآية ذلك الحبيب عليه الصلاة والسلام وهو في أصعب المواقف عندما قالها رددها اجعلها منهجا أو منهاجا لك في حياتك تتذكرها دائما وترددها وسوف صدقني سوف تشعر بسعادة غامرة لا مثيل لها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرحنا بلقائه يوم القيامة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته